يقول يا عبد الشيخ في أحد الليالي عندما كنت أمارس الجماع مع زوجتي تسلط عليه الشيطان وأخذت داعب زوجتي في غير المكان المخصص وذلك في التدي يقول وقد أنزلت في ذلك الموقع ويقول أيضا ضميري لم يرتاح وإنما يؤنبني نرجو من سماحتكم أفتائي في ذلك وإفادتي ما كفارت ذلك أفدوني أفادكم الله وأسأل الله لنا ولكم التوفيق الحمد لله الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل كل شيء في موضعه وقد قال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم والحرث هو موضع البذر وموضع البذر بالنسبة للمرأة هو الفرج لأنه الذي يصل إلى مكان البذر وهو الرحم فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يأتي زوجته فيه ولكن مع ذلك لو أتاها في محل آخر غيره سوى الدبر فإن ظاهر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ظاهر هذا العموم يقتضي الجواسر وأنه يجوز أن نستمتع بزوجته فيما شاء ما عدا الدبر فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته فيه لا إذن ليس عليه شيء هذا هو الذي يظهر من قوله تعالى إلا على أزواجهم أحسنتم